السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميليني وان شاء الله سنشترك معكم حلوة بدون فرن سهلة جدا يعني ممكن تحضروها بسرعة اتمنى ان شاء الله تجربوها وتردو علي الخبار وتفضلو معي باش تشوفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة غدا نوجدو هنا العجينة اللي هي اللي غدا تكون عدنا عجينة الاساس اللي غدا نستعملوه غدا نحضرو بها اشكال متعددة اه غنستعمل فيها التمر تمر اللي غدا ناخدوه ونبخروه ونطحنوه لكن عدنا ذاك التمر اللي كيكون مع السل فماشي مشكل يعني غنطحنوه هنو نغسلوه وننقيوه ونطحنوه اه العجينة انا غنستعمل فيها 880 جرام ديل التمر وميتين جرام ديل الشوفان اللي حمرته وطحنتو اللي تقدروا تعودوه بدقيق الشعير محمر ومطحون او دقيق القمح محمر ومطحون هنا بالنسبة لهذه النوع الاول ديل الحلوه استعملت فيه هنا الزبدة ديل الكوك او تقريبا معلقة مع عمره شوية ديل الزهر ومعلقة ونصف ملعقة ديل القرفه ممكن تعاودو زيت الكوك بالزبدة يعني الزبدة العادية الزبدة حيوانية سوف نسرحو بالنسبة لهذه العجينة ديل الاساس يعني الى بغيتو ممكن نزيدو لها حتى اللوز مطحون ممكن و الى بغيتو تقدروا تخليوها غيه هكذا ممكن تنسموها كذلك يعني بالقرفة بالهيل بالقرنفال باش مبغيتو غيه انا بما انني غدا نستعمل ان نحضر باشكال متعددة فخليت كل شكل يعني يكون المدق ديله مختلف سفي هنا كيف شفته معي سرحتها مزيان حتى ولا ترقيقة وهنا قدر نخذ ذيك العقدة ديل اللوز هنا حضرت العقدة ديل اللوز ممكن تحضروها يعني بالطريقة اللي مول فين كتحضروه ولا حضرتو شي حليوات خليه واحد شوية ديل العقدة تستعمله هالطريقة ديل العقدة يعني معروفة يعني اللوز كنقشروه وكنبيتو حتى كنشوف مزيان ومن بعد كنطحنوه سفي هنا كيف كتشوفوا معي بالنسبة لهذا الحلوه هادي الاضافات اللي ممكن نضيفها هو انكم تقدروا تزيدو شوية ديل كاكاو العجينة ديل التمر سفي هنا غدا اللويها كيف ما كتشوفوا معي وممكن احتل لان من غدا اللويها هاكدا غدا ندخلوها تلاجة باش دينا احتج تقبط راس هاكدا وتجينا سهلة من يمغون قطعوها ممكن اننا يعني في الورق ديل الزبدة ترشو شوية ديل كاكاو ولا ترشو الزنجلان او ترشو بودرة ديل اللوز ولا تخليوه يعني اعطاكم اقتراحات عديدة اللي فيتا مني يعني مجرباها ممكن انكم حتى تدخلوها تلاجة ومني كتخرجوها من تلاجة كتدهنوها اما بشوكورة ومبعد ترشوها باش ما بغيتو او يعني حتى تخرجوها ممكن تدهنوها غيب شوية ديل عسل ترشوها بذوزوها في الزنجلان صافي وكتقطعوها يعني حلوه هدي سهلة ممكن تحضروا منها كيمياء الكيمياء اللي بغيتو انا نحضرش منها بزاف ايه اختارت نحضر كل شوية كل حاجة منها شوية هدي خليتها هكذا باش اللي ما كيعجبوه لشوكولات لاتش حاجة قدر ياخد من هدي صافي انا غندخل هالتلاجة غندوزو باش موجدو اه شكل تاني نفس العجينة خديتها اهنا معرفتش اشنو كي وقح ليه هاد النار كل مرة كريك يمشي لياه كن ما كنوركش مزين على الكاميرا كيجي بلي الله لاني كنصوره انا ما صورش هدي نسمتها بشوية ديال الفانيلا يعني اللي كنت عندكم اه 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 اولا كنت نسموها باش ما بغيتو هدي غدا نعمرها بغيب البندق اللي هو النوازيت حمرته في الفران يعني الى الدرجة منخفضة تكون 140 و 150 سافي وغدا نعمر بي هاد الكويرات اللي شهتم معي كاملين سوف ندوزهم بشوكلاة شوكلاة اه يعني مسطل تقريباا جايم شوكلاة långتجم شوكلاة شوكلاه جدا تقريبا 300 متفصل وشاطليا منها يعني الي استعملت في هذه الحلوه كاملة دوبتها طريقة ديال تدوبوب يعني باش كي ندوبو عشاء شوكلاة ما يدوب شلينه طريقة فاح الطريقة سهله ك fas نضيف حمام مريم ثم نضيف حرارة الشوكولات 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 نضيفة ح Halls نضيف حرارة الشوكولات نضيف حرارة الله لزيف الفران ونخرجه هنا بالنسبة لهذا الشكل الثاني نفس العجينة هي فيها شوية ديال الفاني خديت هنا شوية ديال الفستق وغدا يعني هذا الفستق ماشي ضروري ممكن استغنوا عليه يعني ممكن استعملوه كوكا وفو بلاستو صافي وغدا نزيد هنا يا الشوكولة نضرب هكذا بش كنت عبط لي الشوكولة بين الحبيبات اخرى كينيش وحدين لي ما عبطش فيهم مزيان ناكا نشكلو الشكل اللي بغينا باش باش كي جينا ساهل مني كان بغو مني بغو نحطوه بلا ما نضغطو باش ما يخرش لينا الشوكولة من جيناب سافي وهنا غدا نحضر واحدة عادية بلا بدون بلا فستق اللي غدا نزينها ان شاء الله بالورد البلدي سافيك نوضع هندك القليب بعد غدا نخليها يعني حتي الشوكولة يجمد هنا غدا ندوز باش نحضر اه شكل تالت ستيال الحلوة هنا غدا تشكل خليته والاخر باش غدا نستعمل في يعني شوكولة لبقاتلية هنا استعملت الكيمية لبقاتلية ديال العجينة ديال التمر زيت ليه هنا اللوز مهرمش محمر بالقشرة ديالو ومهرمش وهنا غنزيد ليه اه شوكولة للبقاتلية وزيت حتى الفانيلا ميح تهوه المقطع معرفش في نمشاه وغنزيد هنا اه اه كوك انا هنا زلتو كيضيف المعداق في نفس الوقت غدا نزين به ان شاء الله إلا بغيتو ما تستعملوش يعني ما كنتوش غدا تزينو بالكوك فا ممكن انكم تستغنو عليه ما تستعملوش في التزين و ما تستعملوش حتى في داخل العجينة و تاخدو عو تاني شوية دير الشوكولات و تزيدو لي شوية دير اللوز و تدوزو ذوك الهدا غن نحضروه ان شاء الله على شكل اصابع دوزوهم فهذاك الشوكولات انا كنحاول نعطيكم اقتراحات عديدة عطيكم افكار بالنسبة لهذاك البيض اللي زدو هذاك غي زيت ديال الكوك او زبدة ديال جوز الهند اللي ممكن تعودوها بالزبدة استعملت ملعقتين باش كير طابلية هاد المكونات هدي كتبقها طبع ما تدينيش الحلوة قاصحة يعني ما فيها الشوكولات إلا ما زدنا شي مادة دهنية قدرت جي قاطحة شنو اتقدر جي يعني شوية يعني قابت عرازها بهذاك الزبدة كتشي ارطي طبع صافيه هنا كيف كتشوفو غدا ندوزها النصف الكوك اللي محمر راي حمر تغي في المقلة او ممكن تحمروه في الفرن يكون درجة الحرارة دايما الحاجة اللي كنحمصوها خاص درجة الحرارة تكون منخفضة صافيه هنا غنبقات غنكمل كيميا كاملة بعد غدا ندوز باش نوجد هادو صافيه همجمدو بالنسبة لدي الفستق بابقاو هكتا وبالنسبة اللي غدا نزينهم اهنا بالورد اه كناخد شوكولات دايب وكنحط هنا شوية ديال الورد زينتهم بهكا ثلاثة ديال بيتال ديال الورد ومن بعد باليه بانه غي وحيدة في الوسط جات افضل فاحتقت عاد الكاميرا وعده بش عاده بش باليه بانه من الاحسن مهم على حسب الضوء من الاحسن يعني ان نستعمل غي ثلاثة ديال غي وحيدة فاكملتهم ويعني كملتهم كلهم ببيتال واحدة غدا تشوفي ان شاء الله في اخر الفيديو كيف اش جاو في الاخر صافي هادا هو شكل النهائي ديال بلاتو نرمال موكتغنزين معاومته هديك اللي بحل محنشا ولكن نسيتها في تلاجة حتى يعني سالينا وجمعت كل شي وعدت فكرتها فقدمتها لكم بوحدها في تفصيل غي بيش تشوفو شكل نهائي كيف اش جات فهي كتجي هكدا يعني دوزتها انا غي شوية في الكوك وكيف قد لكم اعطيتكم افكار عديدة يعني لو بغيتوت تزينوها اما بالشوكولة لكن كيعجبكم الشوكولة او تزيدو احتفل العجينات تزيدو الكاكاو باش جينا اللون ديالها غامق تمنى ان شاء الله نكون اعطيتكم افكار باش تحضروا حلوة سهلة لما تاخدش بزا في الوقت وتجربوها ترضو علي الخبار كيف العادة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة